همنتكلم على اللعبين داخل نادي الزمالك المثلوسي اللعب التونسي الامور بالنسبة له بقت صعبة كارترون بيعتمد على احمد عيد بيعتمد على حازم امام وبيبعد المثلوسي عن تفكيره في الفترة اللي فاتت وزي ما انتم شايفين حازم متواجد او احمد عيد متواجد مسلوسي مصاب ويمكن دي اصاباته متكررة وكتيرة فبالتالي بيبعد اكتر واكتر مع تفكير ميستر كارترون على الاعتماد على الاتنين اللي انا قلت احبادكم عليها سواء حازم او احمد عيد وبالتالي بيبعد المثلوسي عن حسابات كارترون في الفترة القادمة تتذكروا طبعا مشكلة نادي الزمالك او قضية نادي الزمالك مع كهرباء في القضية واللي تم الحكم فيها بمبلغ 32 مليون و800 الف جنيه وتم الطعن من نادي الزمالك نادي الزمالك مكانش عاجبه طبعا طعن من نادي الزمالك والطعن برضو من محامي الكهرباء والنادي الزمالك مش عاجبه الحكم ما عايز حكمه اكبر من كده فتم الطعن وانا ايضا كهرباء تم الطعن على هذا الحكم وبالتالي نادي الزمالك بيتواصل مع المحامي الايطالي اللي متبعت هذه القضية واللي اكد لهم ان موقف نادي الزمالك قوي ومواقف نادي الزمالك هيكون فيه وضع مختلف فيه هذه القضية هنشوف يعني كلام كتير لكن وقت الحكم هيبقى هيبان كل حاجة في إطار برضو اللعبين الكبار وتأثيرهم على يعني تأثيرهم في كلامهم مع بعض ومحبتهم لبعض اللعبين الكبار في نادي الزمالك يعني بيروحوا لساسي ويتكلموه وبيقنعوه بالتجديد لنادي الزمالك طبعا أنا يعني حلو كلام جميل جدا ان اللعيبة تتكلم مع زميلها في الملعب احنا يعني تيم واحد والامور بالنسبة لنا ماشية بشكل كويس فوجودك اضافة ووجودك مهم جدا والعلاقة الطيبة لازم تستمر مع نادي الزمالك واللعيبة صراحة بتحاول يعني تقدر تساعد ناديها ودي حاجة برضو انا بحبها لكن برضو مش دور اللعيب صراحة يعني مش دورهم حتى لو هم بيتكلموا مع زميلهم لكن دور الادار والادارة التسويق في اقناع اللاعب وان ليه مميزات وان ليه امور هتبقى تنجحه وفيه حاجات كتير جدا تنجح اللاعب دي هي الاهم ان انا بقناع اللاعب ان فلوسه الامور الخاصة بيه هتبقى سهلة دي الاهم بالنسبة لللاعب لكن فرجاني ساسي هو ليه حرية الرأي فيه الاخر حتى لو مين جاله حتى لو يعني ابو قال له امدي وهو مش عايز هو صاحب قراره في الاخر لكن نزة مالك زي ما قلنا قبل كده انه هو عارض مليون وستمائة الف دولار على فرجاني لكن فرجاني طبعا معدي الاتنين مليون دولار في طلباته والتالي مبلغ كبير جدا بالنسبة لنزة مالك هنشوف الفترة الجاية بالنسبة للساسي ايه هتوصل بالنسبة للتجديد بعد مبارات الزمالك وفوزه على مولدية الجزار المدير الفني عبدالقادر عمراني مدرب المولدية بيتقدم باستقالته من فريق المولدية طبعا خسارة يعني كانت بالنسبة ليهم مفاجأة وان كان نادي الزمالك زي ما قلنا قبل كده كان قادر على الفوز هنا وامكانات نادي الزمالك واضح انها كانت اكبر بكتير من نادي مولدية من مباراته هنا في القاهرة لكن كان فيه سوق حظ كان فيه عدم يعني زي ما نقول ارادة الفوز ما كانتش موجودة لكن كانت موجودة مبارح وشفناها خارج ارض وشفناها في الجزائر فبالتالي حاجة كانت مبهجة لنا ومبهجة لجماهير نادي الزمالك اكيد بشكل كبير وبالتالي كانت صعبة على جماهير المولدية وصعبة على كابتن عبدالقادر عمراني اللي تقدم باستقالته النهاردة من خلال تدريبه لفري مولدية الجزائر ترجمة نانسي قنقر